نظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة في مجلسه الرمضاني محاضرة للدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة بعنوان انتقاء اللفظ في البيان القرآني وقفات تدبرية شهدها الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة وأشار المستغانمي إلى أهمية وفضائل الشهر الكريم وعظمة القرآن الكريم وألفاظه وقدم نماذج عديدة وأمثلة بيانية لألفاظ القرآن الكريم بالإضافة إلى ما أشار إليه المحاضر من نماذج عديدة لانتقاء اللفظ في البيان القرآني الذي يستدعي ويحث القارئ على أن تكون له وقفات تدبرية في هذه الألفاظ القرآنية